من جديد مشاهد هنا نرحب بكم وأيضا نفتح الآن باب نقاش آخر نعرف أنه مقاش وقت كثير ويدخل علينا شهر رمضان المبارك يا رب نتمنى ويدخل علينا بالستر والسلامة والخير واليمن والبركات ويا رب بلغنا رمضان إن شاء الله للحديث عن الجمعيات الخيرية اللي في كل مرة تضرب موعد مع هذا الشهر الفضيل استعدادات قائمة من قبل القائمين عن هذه الجمعيات الخيرية وأيضا نتحدث عن التحديات الموجودة في طريقهم والسباق مع الزمن نعرف أنه مقاش وقت كثير لشهر رمضان أيضا المعطيات والمتغيرات الموجودة في السحة الوطنية نعرف أنه في ظل الاقتصاد هش شراه وشوية منهار ربما الحياة والمعيشة غلية لغر ذلك فبالتالي نعرف أن الجمعيات قائمة على إعانات السادة المواطنين والمواطنيات في هذا الوطن الحبيب إذن مشاهدنا للحديث في هذا الموضوع أسعد باستضافة لأخ بشير مزني نائب رئيس جمعية إسعى الخير بالجزائر العاصمة شكرا لك على تلبية الدعوة وأيضا الأخت شافعي زوليخة المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى الجمعية شكرا جزيلا لك لحضورك معي في الستوديو خلينا نبدأ بك الرجال قوامون عن نساء نبدأ بشير بشير أنه دائما معنا أكيد ونعطيه للأخت أيضا فضاء وفرصة للحديث في هذا الموضوع بشير رمضان إن شاء الله على الأبواب استعدادات أكيد موجودة خيالا تحتوا عن برامجكم المنوعة وماذا رصدتهم لشهر رمضان بحول الله خاصة جمعية إسعى الخير الخيرية بسم الله الرحمن الرحيم معكم باشير مزني نائب رئيس الولايات جمعية إسعى الخير الوطنية جمعية إسعى الخير الوطنية هي معروفة على مستوى الولايات ذكاتك الحمد لله ما بدولتها جمعية وطنية أنا إن شاء الله رمعدنا لكتابة ربي 18 ولاية رمعنا إن شاء الله من خارطين جمعية إسعى الخير هي تضامنية أعمال خيرية إسعافية بيئية يعني كل ما يتعلق بالجانب الخيري إحنا إن شاء الله هنكونوا فيه كما قلت لي أخوية رياض أنا مقبل إن شاء الله على شهر رمضان شهر رمضان هو شهر الخير اللي ما يحبش يدير الخير في هذا الشهر ما شكيش حيزي يدير الخير في حياته على كل حال الخير يمشي على العام بالصح هذا عنده طعم خاص الشهر رمضان جمعية إسعى الخير ما يخفش عليك إحنا كل عام إن شاء الله كيمزاد أنشيطان قوموا بها الأنشيطان يقوموا بها هي عدنا عبر سبيل هي مطعم عبر سبيل هو من الأولويات على الجمعيات عدنا قفة رمضان عدنا خيتان جماعي لينخطنوا فيه الأيتام والمعوزين وعدنا ثانيك كسويتة اليأتيم وعدنا ثانيك نشاطات نقوموا بها كما نقولوا إحنا وجبت لقبل الفطور نخرجوا طريق سريع كما نقولوا إحنا تماروا البن باش الناس يكسروا برمضان ومنها نقسم الحياة وذي تاع المغرور وعدنا ثانيك وجبة تاع الصحور تانيك كيف نخرجوا نخرجوا لطريق تانيك نمدوا وجبة الصحور أشهر هذا رمضان أنت عرك شارك دي جاف الجمعيات الخيرية وكت ناشط وكذا ركع الأبك في الكشافة كيفاش كانت عندها مذاق طعم خاص ومذاق آخر إحنا نسنا وكما نقولوا إحنا عام بعام نسنا ورمضان هذا وقت الشي يجي باش نقدروا باش نكونوا خدامين عند الناس هذو ونكونوا خدامين ربي سبحانه بسكوحنا يا كيوصر رمضان نحوقال شغالة يعني نكون خدام يسمع فيه خدمته ونكون عنده داره يسمع فيه داره باش نخدموا هذه الفئة المعوزة والأيتام جميل جدا لكن خليني في نفس الوقت نروح للأخت شفعي زوليخة رحكيه لأنه مدام هي مكلفة بالإعلام والاتصال الأخت زوليخة دام نشوفوا أنه لابد على الإعلام أنه يلعب دور إعلام الجمعيات والخلايا أو اللجان الإعلامية الموجودة في الجمعيات هذه لابد أنها تلعب دور وتحضر أيضا هي بدورها لشهر رمضان من خلال ربما إعلانات من خلال شحذ الهمم خلينا نقوله لكل المحسنين باش يستعدوا أيضا يقدموا اليد العون لكم أنتما باعتبر أنكم أنتم كخليا للإتصال والإعلام لكم أنتما منبر لهذه الجمعيات حتى تعاونوهم من الناحية أنكم يعني إشهار أكثر وأكثر لأعمالهم الخيرية كما ما يخفش عليك دور الإعلام دورة هام بزاف بزاف بس كو به لي تقدر تتواصل مع الناس به لي تقدر تلحق الميساج ديالك للناس به لي تقدر الحالة التكامل اللي عندك على مستوى الفرع نحن نحكي على مكتب الكاليتوس اللي مستوى الفرع عدنا صفحة ديالنا اسمها أسعال الخير الوطنية مكتب الكاليتوس بيها نستقبل الحالات حتى من ولاية خارج ماشي من ولاية الجزائر من غير الجزائر العاصمة نحن نستقبل الحالات التوحهم هادوك نقدر نعاونوهم بنشر الحالات مفصلة في الصفحة التانية كما دوكا موسم رمضان ولا حق علينا إن شاء الله بالخير وش نديروح نحن نوجدو بزاف إعلانات كامل مواد الغدائية لازمة وش لازم باش نوجدو الملفات عدنا لجنة الاجتماعية نعودو نتريو الملفات التوحنا نوجدوهم الأولوياء واحد سبق من واحد سماكين الناس حالتهم أسوأ من حالة نسبقو فيهم هم اللولانيين نبدأ ونوجدو الإعلانات التوحنا المواد الغدائية كامل اللي لازمة في موسم رمضان نديرو عشق فان نحطو بيبليكاسيون على هديك الحاجة الحمد لله بدينا منذكا ما عدناش هاد سمانة بدينا بس كنبقاش بزاف وقت بدينا الحمد لله بدون الناس يجاوبوا معنا نوزعوا لي فلاير تاني تعدنا لي جنة وعنا شابة بتوعنا كامل يخرجوا نمدو هادوك لي فلاير باش الناس سيلحقهم وش رانا مسحقين ما نقدمش عليك خوية كما يقول لك المساعدة نقصت كنا الحمد لله اليومات العوام اللي فات وكانت الخدمة بزاف دو كامعة الحالة وضع الاقتصاد في البلاد ما من ناس نقولهم أنا يديروا في الجمعية الخيرية بس كون بزاف ناس كي تروح ديجا تقصدهم شوية عندهم معناه اشتيقات نعم جميل راح نحكيونا على هذا النقطة الأخت زوليخة راح نحكيو عليها لانه فعلا هناك بعض التجوزات اللي توقع لكن قبل هذا خلونا نبقا ونحكيوه في المساعي ونحكيوه على المعوزين كيفاش تشوفوا ربما بشير كيفاش تشوفوا المستوى الآن نحن نعرفوا انه ما عندناش مركز إحصائي للعائلات الفقيرة والمعوزة وما نعرفوش ربما العائلات المعوزة شعال لانه يقدر في ليلة وضحات يولي شخص كان يعين لما يتوفى مثلا وما عندهمش دخل لغذك فتصبح تلك العائلة معوزة يعني في أي لحظة يقدر لا يطيح على الشخص لا قدر له كيف تتعاملوا انتما مع المعوزين المساعدات التي تقدموها مع المعوزين خلال شهر رمضان لانه اللي كان مثلا يجوز رمضان العامل فات واللي يجوز رمضان سنة مشكف كيف في اختلاف كبير كيف تستعد جمعيتكم لإحصاء هؤلاء العائلات شوف أخويا رياض احنا في الجماعية كين لجنة خاصة يسموها لجنة شؤون الاجتماعية هي اللي هتكفل بهذه الفئة كين الناس يجو يقصدونا باش حنا نعاونوهم يكذب عليك احنا لازم مننا ملفات على عائلات هذو ما باش ندرسوهم اللجنة هذه هي اللي تروح لعندهم من الدار تدرس الحالة التيحهم كين بزاف ناس ربي يهديهم يجي ديمون دي من عندك على أساس بلي هو محتاج محتاج نعم وانا تروح تشوف الحالة التيح وتقابلك وبار أخر منك صحيح الناس هذو ما تقدر تقول بلي طماعين جشع نعم ويكل حق تاوحد داخل اللي صح محتاج هذو الناس راح يخسروا على الناس هذو ما حنا كين بزاف كيما قلت لك الأخت مبيلة في الصفحة كين ناس بزاف يبحثون نحنا في الصفحة ومحتاجين حنا نوجوهم باش يجوا لعدنا المكتب كين الناس لو كين قالوا البارح بعتنا واحد من الغزة من الغزة بعتنا من المخيم والله غسلش من المخيمة بعتنا قال لي قالنا بلي لا تقدر تتعاونونا بالأكل حنا ما لدينا شو ناكله بك حنا ماذا بينا حنا الأولويات على جميلة الساعة الخير ان شاء الله لك تبر بي نديروا قافي للغزة حنا ماذا بينا نروحوا للغزة حك على باك الحالة كيفاش رأي حنا ماذا بينا نعاونهم حنا ماذا بينا ما نريد أن نوصل لغزة كين الناس بزاف محتاجين في الجزائر ولا خارج الجزائر بصح تولي تولي الأولوية احنا نخدم ذوكاتيك في جميع الساعة الخير عدنا بلديات عدنا 17 بلدية ناشطة على مستوى العاصمة البلدية كل واحد يتكفل بالبلدية تاعة حنا عدنا حيز نخدمه في غير في البلدية تاعة كين الناس يقصدونا من برا نعاونهم ذوكاتيك الحالات تاعة العائلات هذوما المعوزة ولا الأيتام ولا كين مزاف ناس العمليفات كينما قلت انت العمليفات كانوية في فطره أنتيك هذا العام ما عندهمش حنا الحاجة اللي نقدر عليها كجميع إسعى للخير حنا ماذا بينا نمدوا للناس هذوما ما خللوهمش عاق دائك واللي اللي قدروا نعاونوه نعاونوه ما الله غالب يكون واحد وفوق الطاقة تاعة ولي ما يقدر لهاش الله غالب حنا كين مزاف ناس يقصدوك وانت تحشم باش تقابلهم صحيح كما تكونش عندك ملموس في يدك ما نقدرش أنا نبروم لك نقولك أنا نعاونك وانا ما نقدرش أنا نقولك ما عليش يا أخو يحط دوسي تاعة كروا عدنا ولي فيها خير يجيبها ربي سبحانه وانا ما نقدرش أنا أنا قدر نقولك بلين تكفل بيك وغضوما غضو إن شاء الله كيتشوب بلين بدي تلمد بلكن انت ما نوصلش ليك هذي الناس كين بزاف اللي ديني في عسابهم بلي جمعية الخيرية روما عندهم تموين وعندهم الدولة بل كيرا يتمونهم أنا من المنبر هذا نقولهم بلي جمعية الجمعية الخيرية كامل ما عندهم مش مدخون من عند دولة هذه النشيطة والأمور اللي نقوم بهم كامل من عند تطوعية تطوعية كامل من عند الأعضاء اللي هما روما يجروا وثاني كين ناس تعرخي لمن بالمناسبة هذه نشكرهم اللي وقفين معنا وديني فينا الثيقة الحمد لله يا ربي ما بد ناس يتعاون فيك سماري ديرا فيك ثيقة الحمد لله يا ربي كين بزاف نشاطات نقوم بهم مش غير في رمضان حنا جمعية تطعنا الحمد لله نشاطة على مستوى العام منسنوش حتى في رمضان بايش نخدمو جمعية الساعة الخير لأنشاطة تطاحة الحمد لله عدنا كل حد نخرج ونمدوا الماكلة عدنا كل كل ثلاثة أولا الأربعة نروحوا سبيطار تنزوروا سبيطارات عدنا أيام تحسيسية عدنا تنظيف مسجد كل خميس عدنا تنظيف المقابر عدنا كمزاف أمم منخل نبير ورح حالة الأطفال أيتام ونمع وزين وثانيك المرضى في المستشفيات أنا عمار العمليفات العمليفات كنا نقرروا كان عدنا قسمين خاصين بالثريزومية وتع التواحد على غالب وصلنا أسباب أنه عندكم ظروف حتى الظروف خلينا نحكيوا عليها لأنه عدنا ظروف الإنسان لازم يقال أو يقول الحق ويقول هذه مهنة الإعلام أنه يقول الحقيقة والإعلام أيضا يرصد الصورة نعرف أنه حتى الجماعات المحلية هذه رسالة وجوها من هنا معالي وزير الداخلية أيضا والي ولاية الجزائر العاصمة وأيضا حتى رئيس الجمهورية أنه يدخل في مثل هذه الأمور لأنه أبناء الشعب وكلنا أبناء الشعب ونحن أبناء هذا الوطن وبالتالي أنه الإنسان لما جمعيات خيرية تقوم بمثل هذه البوادر لأنه حتى رئيس الجمهورية في حديثه يشجع على أنه يكون التآذر والتأضامن بين أبناء الوطن الواحد واللحمة الوطنية لما جمعية يتم إقصائها وإخراجها عنوى من مقر لأسباب ربما ذاتية على خطر ربما ما دعمتوش في حملته الاتخابية ولا ما دعمتوش مثلا في خرجاته الميداني ومشيتوش كما نقوله بالعامية انتعنا في خطه وبتالي يمشي عاقبك خلي الإنسان على الأقل يكون منطقي ويكون إنسان يكون احترافي في عمله وما هوش هكذا اللي يتعامل مع الجمعيات المفروض جمعية خيرية يقدمونها الناس كل الدعم وكل السند وأنا هذه دعوة من هنا لكافة المسؤولين في الدولة على أنهم يخضوا بعلاعتبار هذه الجمعيات ويعاونوهم والناس اللي تظلم يعني من غير حق يعني أمر هذا ما يخدمش الدولة الجزائرية الجديدة الدولة الجزائرية اللي نأملها كلنا كما قال رئيس الجمهورية أنه تكون دولة فيها الأمل وفيها أيضا تمشي قدما نحو الازدهار والتقدم لما لا بشير نعرف أنه هذا هو مشكلة عندكم يعني من زمان مطروع لأنه كما قلت نتابع هذه الأمور الخيرية وهذه الحكايات يعني العمل الخيري العمل رائع جدا وتتضوق فيه أولا طعم الأجر وثاريا طعم التحدي والتضامن الموجود فشيء جميل جدا لكن خلينا في نفس الوقت يا بشير نعرف أنه كنت تديره التريزومي تقرره من أغر ذلك بسبب هذا المشكل تم توقف الأقسام هذه التريزومي الآن كيف أشركوا تعملوا مع هذه الفئة شوف أخوار يذكي مقتلك حنا العملية فات كنا نقرر كان عندنا أغرق أغرق الله غالب بالظروف خلاتنا ما عندناش مقر تكون عندك مقر تبدأ فيه ومعبتك في نصف تعالى العام ينحرك المقر ذوك الناس متخممش هذو كذلان يمساكن وراه يروح ومعتوليلينا احنا يجيكوا الأولياء يتحهم يقول لك كيف أشان أوليديك كيف أشان ديل له تركيز في الفئة هذه كيمة كاريتوس كبلديد كاريتوس كيمة كاريتوس وباش يقرر وليس بيذهب نذهب إلى الحراش وصنطرة الحراش صحيح وصنطرة الحراش العام كومفل سما أنك صنط كين غير هذاك البلديد قاية يروحوا له تماما ما يحبوني يقرر نحن كنا ديرين هذه الأقسام الحمد لله تقدر تكون باللي كنا نقرر فيهم إحنا باطل نحن نجتهدوا باش نخلصوا الأساتذة التحون بسكو عدنا كانوا عدنا خمسة أساتذة ثلاث أساتذة وعدنا تريد وعدنا واحدة بسيكولوج وعدنا واحدة أورتوفونيس نعم نحن نخلصوهم من جوبنا نحن بيناتنا نتشاركوا باش نخلصوهم ألا غالب جاء أمر باش يخرجونا من المقر تعناتها الجمعية وما يخفش عليك باللي المكتب تع بلدية كاريتوس انطلاقة تجميل إسعى للخير وطانية بدأت من تماما يا تورا انت رك حاكم جمعية وطانية وما عندك شماقر في البلدية تاعك رك البلدية تاعك وين تخرج رك تمثلها ولو الإنسان براني في داره حاشت كيفا أتولي يشوف لي جمعيات جو البالح للبلدية كاريتوس عندهم مقرات وإحنا ما عدناش الغريب في الأمر البشير أنه يعني الخير موجود أنا نشوف أنه محلات ما يعرف بمحلات الرئيس اللي لحد الآن رهي لابد من الدولة أيضا لأنها تأخذ بعيد الاعتبار هذا الأمر رهو مغلوقين وأصبحوا أوكار للدعاء يعني وأوكار للرذيلة إلى غير ذلك يعني محلات الرئيس ما يسمى رهو مغلوقين هكذاك حتى المحلات الموجودة تحت العمارات لا يتم استغلالهم يسيد المفروض أنه يفتح مجال لهاته الجمعيات يلموا فيها الإخوة والشباب إعاناتهم يلموا رواحهم على الأقل ويمارسوا هذا المهنة المهنة طبعا النبيلة التضامنية نعود نرجع ليك الأخت زوليخة بالنسبة للإعلام دائما لما تكون عندكم هكذا يجوكم حالات كما قلتي وخاصة في شهر رمضان مثلا أكيد أنه أنتم مبازيين على الإعلام يعني مركزين أكثر وأكثر على الجانب الإعلامي هل تعملوا الآن أيضا على تطوير مثلا جانب الإعلامي نتعكم؟ بالطبع لازم تعمل باش تطور الجانب الإعلامي تاك ولازم كما يقول لك حنا يا رأنا جماعة إي كيب الحمد لله نتعاونوا كامل في بعضانا كل واحد بوش يقدر مان في الصفحة رأنا ربعة حاكمين الصفحة تاعنا ماذا بينا باش نجاوبوا كامل اللي ميساج اللي يلحقونا بالحسب تقدر تقول بلي دي جاء بلدية الكالية تصري أكبر بلدية على مستوى ولية الجزائر فيها اكتداد الله يبارك فيها بزاف ناس فئة محتاجة كين بزاف ناس تلقاهم يتواصلوا معك دايما لازم توجغ تكون كما يقول لك كل ميساج اللي يلحقك لخاطر شكل تأخر ببارك ما تردش شوية الناس تتقلق دي جاء هو بالطبيعة تاعه الدورة الاجتماعية اللي راهوا فيها راي ديرت له ضغط نفسي هو لازم كي يبعت لك انت تجاوب وتمتم ولازم كي يبعت المساعدة لازم تلحق وتمتم هو ما يحوزش يفهم دوره بتاع الجمعية كيفاش راهي كيفاش زعم انت تحب تلحق له ميساج باللي هاد الجمعية راهي تنشط بالمساعدة تاع الناس ناس الخير كي ما يقولوا هما اللي يدعموا فينا ويعاونوا فينا بسكوا لو كان ميشي ناس الخير انت ما تقدرش تخدم لازم الشعب تفهموا باللي احنا ما عادناش مدخول ما عادناش كي ما يقول لك ما عادناش دعم مالي من طرف السلطات رئيس البلدية ما كاش كي ما يقول لك نغمال مو ديجا دولك السلطات تعاونك لا خاطرش انت بالجمعية الخيرية راك الشاب راك تلموا ما يروحش ديجا هات وحدة اخرين احنا نسعوا مدابينا ليجان وليو اللي يروح للمخديرات وليو اللي يروح للزطلة وليو يروح لهذه الأمور يجي الجمعية الخيرية هكذا هو ديجا أصلا تركيبة دياله تتبدل بعد على طريقتها نحيا رف نغمال مو كي تشوف هكذا دولة ديجا دعمك تعاونك بكامل ويش تقدر فما في جانبتها للإعلام احنا اللحقوا دايما ما دابينا اللحقوا الرسالة تانا اللحقوها للشعب اللحقوها للسلطات اللحقوها الرئيس بلدية احنا ما دابينا مقر احنا عدنا المقر تانا ديجا تكلو فتاعة كبيرة ديفو احناي الأعضاء واحد يحط مياه واحد خمسين نصهم طالبة ونصهم موظفين ونصهم كين لي شوماج سما كل واحد ينقص من عنده بيش نقدروا للمو هادك المبلغ تالك يارا سيد لي يكريلك يصبر عليك 8-15 يوم فهمتني أخويا ما يقدرش يصبر عليك كتر مام هو هادك باب رزق له سكيفي احنا وش نقولو ما دابينا الناس تفهمنا احنا عدنا نلحقو لهم لحالة التوحم رانا نبدلو كامل مجهودة هنا اللي نقدروا عليه لحالة التوحمسي ونعموها كما حالة تعجزة انفا في النهار تعطف الحابب لحقنا من الصفحة ديالنا ومن البرنامج اللي يجاز لحقنا وينتصلوا بينا جاءونا اتصالات من الإمارات من إسبانيا من سوريا من لايبرد كما يقولك كان كين تجاوب لو كان مش الإعلام لحالة أي شخص فينا ما يشرحات لحق الأبعد الحدود كما قال الأخ باشير غير ما عندها تلتيام مبعت لي واحد من سوريا تاني تلاجئ على الحدود تحت الترك يطلب المساعدة مننا في بالو أن الجمعيات الخيرية في الجزائر دولية مدعمة المساعدة تحت تلحق احنا الله غالب ما نقدرش ننشطه أبغى على مستوى بلدية الكاريتوس ديجالي موايا باش دي بلاسي ما عندكش كي دومون ديكار أصفغو يا من الدولة صحيح ماذا بينا احنا نلحقو كما يقولك نلحقو البعيد ماذا بينا نس من الجلفان اللحقو لهم نس من اللغوات بس كما من الفئة هدو اللي أروي لا يمسكنا معاني في صمت على كل حال قليل وينتلقى الحالة ثم باعتباركم طبعا مكلفين بالإعلان في هذه الجمعيات أكيد تعكسوا الرسالة انت أحوموا تلحقوها المسؤولين والمحسنين خلينا نقوله ذوي الإحساس الكريم والمرهف والطيب حكذا باش يساعدوا هؤلاء الأشخاص بشير كيمة مشكلة أعتقد أيضا يواجهكم أنتوا كجمعيات خلال هذه الفترة اللي كنا تحدثنا قبل وأشرت لي أنه قضية الثقة بعض الناس ولا تماديرش فيكم الثقة أنتوا كجمعيات بسبب تطفل بعض الأشخاص ربما يدعوا أنه عمل خيري وكذا ما ندخلوش في نواياهم لكن تصرفاتهم تنبئ بأشياء أخرى أنتم أعتقد أنكم تروحوا للمراكز التجارية هكذا نعم وتطلبوا إعانات من سما من عن سواء الناس اللي يروحوا يقضي ولا من عند المركز يحد ذاته يعني يقدم لكم إعاناته شو المشكلة اللي حاصل بالضبط خلال هذه الفترة ويعرقلكم عملكم تحضيراً لشهر رمضان شوف أخويا رياض كاين كاين باش ما نخفوش على الناس كاين مجموعات وكاين جمعيات شي كيف كيف مجموعة يعني يخدمون بين أفول بين أفول بين أفول أنت عندك صحابك وعندك عندها صحاباتها يتفهموا يديروا مجموعة ويديروا الخير وكاين جمعيات بلقر يمو بالإحتمال بكلش أنت أنت الجمعيات تاكري محتمدة من عند الدولة أنا عندي آسم أنا آسم تايا من حبش نخسره من حبش نخسره من الناس باش يشوفوا باش الجمعية تايا ناس يشوفوه بيع بيعيانه صحيح بلصح لي كون نخدم بين أفول قولك أنا ما خسر والو أنا رأى أني نخدمها مع أكذا عني نتمسخار اليوم مجتمع غدوة ما نشمخار ناا ذا وكاين بيناتنا وكذا احنا يا كين ولينا نقو بزاف صعوبات كين ندفعوا كيمة مرة اللي فاتت عندي يسمان اللي فاتت اتفحت الأرديس قال لك قال لك ما قدش نعطي لك راي كون بلي باش نباش على الأقل أن يعطونا أيام ثمان طمو باش نديروا قفة رمضان ونديروا عبر سبيل الناس تعاوننا قال لك احنا ما كاش كي قلت لهم بلي كيفاش ما كاش قال لك باسكو كين جمعية تخسروها عليكم دوكاتي كين دير في رأسه بلي هذا إنسان روجي دير الخير جي طفلة يتبلاها جيها يولي دينوا في أحد الأمور لجاس عياني الناس يتلدي عليهم نظرة بو كنت كي ما قلو نفقر ديس رو الدنيا قع كاميرات يشوفوه ما يراقبو فيك بو ك هادو من الفئة خسروها علي الجمعية الخيرية ولو ما يعطوناش الناس ولا تمديرش فينا ثيقة الناس ولا تمتفرقش بين جمعية بلا قريمو ومجموعة تطوعية أنا من هذا المنبر نقول لهم هادو الأمور مروا ما ديروش فعيني اهتيبار بس كو جمعية كباش يرميزني ولا كرؤس جمعيات وحدة وخرين ما يقدرش يغامر بالاسم التاعو اسم التاعو هذا رو تعب عليه باش دارو باش وقف الجمعية تاعو باش يحاجة سهلة باش أنا ندير أمر جاي يحكي ما هدايا باش نشوه قاس صمعة تعالي خدمتها أنا في ثمان سنين ولا تسع سنين حلما إذا بينا الناس راك الدير في الخير لازم انت عارك حاكم رسالة رسالة انت عارك همزة توصل بين الغاني والفاقير عندك رسالة لازم تبلغها لازم انتها هذه الرسالة توصلها مش يتوصلها فو باش الناس ادي علينا نظراك كامل بلإحنا عيانين صحيح وما ما الناس قلون بالليك إلا شدتوا جمعية دارت حاجة عيانة يعني مشي كامل احنا قاعدة كيف كيف كل واحد المحتقد وكل واحد التفكير على الاكل يخلو الخير يمشي هذا مك بوك انت ماشي قادر تدير الخير خلي الناس تدير الخير انت يا تقدر تدير الخير يا اخويا ماشي لازم تكون أنا كاين ناس يجو يقصدوني باش يعاونونا ماشي لازم تشطع تعطيني ليا اروح أنا نديك العائلات عاونهم بيدك وعقوا بعينك تشوف ماشي لازم شرط أنا ماشي لازم شرط جي ليا باش تعطيني في الوقت انتم دلالين خير هدو المعوزة وللأيتام نوريهم لك وانت رح واللغر أعطينهم بيدك أنا ما تعطيني شي ليا كالناس بزف تفكير هذا التحام يقول لك انت ركت جاي حاكم جمعية وركت تدير في الدرام وكذا يا اخويا اروح وري لي الدرام ورهم يتدخلوا وقسين بالله يا سيدي انت الآن قتلهم ماك عطيتهم أكثر شفافية وأكثر ثقة ومصدقية في العمل تحك اللي حب يدير الخير يتصل بك انت تدخلوا بلي موجودة عائلة فلانية تديه يشوف بعينه ودرهمه في جيبه وخيره في جيبه يحب يصدق يصدق يعني ما عندهش مانع ونزيد نقول لك لي حب يصدق ما يخلنوش هذة الأمور نعم صحيح يدو ما يدو المهم النية بسكون تارك النية تاعك رح تصدق ما يتهمكش انت لهذاك وصله نعم انت حتأجر عليها يوم القيام صحيح صحيح هذا ما كان وكنت بينه الانسان اللي ما ديت له بينه 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 صحيح بشي خلينا كلمة في الأخير لك هكذا بش نعودون نعطي الكلمة الأخيرة للأخت زليخة في الأخير بالنسبة لشهر رمضان كلمة ولا نداء توجه شوف أخويا رياض احنا ماذا بينا في شهر هذا رمضان كاين بزاف ناشاطات رح نقوموا بيهم كمكتبوا مع برسابير قفة رمضان كسوة اليتيم ختم جامعي ووجبات صحور كاين بزاف أمور يقوموا بيهم حنا ماذا بينا الناس اللي تشاهد فينا في المنبر تعلناها رضايا ماذا بينا الناس توجه الأقل ما شي لازم حنايا كاين جمعيات رأي واقفة وثاني كنطلبوا منا من الشباب للراغبين في الانضمام إلى الجمعيات يخطو احنا كاين بزاف شباب كانوا تبعين طريق عيانة الحمد لله فضل ربي وفضلنا هنا أرى هم يديروا في الخير أرى هم ناجحين أرى بلد لدقى حياتهم حنا ماذا بينا اللي حبي يدير الخير مرحبا به ما شي لازم شرط أنا أروح يا أخويا من وجهك يديك تدي الناس حاجة بيديك تديها لهم ورب إن شاء الله يجازيكم ويعطيكم صحة العفو طبعا نحنا دايما أيضا نقدموا الشيء اللي نديروا معي خلينا نربحوا على أقل الأجر معكم لما لا إن شاء الله بتوفيق لك بشير والجمعية أيضا الأخت زليخة وش تقدري تقولينها في الأخير يعطيك مصطحة على الاستيدافة وش نقول لك إن شاء الله ربي بلغنا رمضان وإن شاء الله كما يقول لك من برتع النهار نطلب من الناس كامل اللي رم يتبعوا فينا يعاونونا بس كاي الناس بزافة يمحتاجا كاي الناس بزافة ما تلقاش وش تفتر نهار رمضان مدى بينا كما يقول لك شهر رمضان شهر رحمة شهر مغفرة شهر تضامن ما نقدر نضومون دي حتى حاجة أبغى أن الناس يجوا يعاونونا إن شاء الله باش كما يقول لك نجوسوا كامل رمضان في خير وخير إن شاء الله يا ربي طبعا نحن نتمنى الخير لكم ولي كل الجزائريين اللهم بلغنا رمضان يا ربي إن شاء الله واتلقاوا حتى في رمضان إن شاء الله يكون لنا معاكم فرصة أننا نشوفوا سير الأمور لما لا وإن شاء الله هل أمر ونداءنا يصل للمسؤولين على الأقل هكذا يتم رعايت هذه الجمعيات حقيقة لأنه الدور اللي قاعدة تقوم ديروا هذا الجمعيات وتقوم به ربما لو ما كانش كاين الجمعيات هذه لكانت الأمور أكثر تأزما وكان الفقر يعني خلينا نقوله بالعامية يمشي معنا في الطريق جهارا نهارا شكرا لكم على الاستضافة وعفونا على الحضور والاستضافة أيضا لأنه دار داركم مكيد الأخ بشير مزني نائب رئيس جمعية تسعة الخير الوطنية كنت معنا شكرا جزيلا لك على الحضور والأخت مشافعي زوليخة المكلفة بالإعلام والاتصال على المستوى جمعية تسعة الخير شكرا جزيلا لك شكرا لكم أيضا المشاهدين أنا واصل هذا الموعد الإخباري طبعا بقاش وقت كثير ونختم هاته طلع الصباح